عليه مسئولية هو بيبعد عن الضغط ولكن عليه مسئولية فابتدى يعمل جلسات ودي حاجة من الحاجات المهمة اللي عرفناها من مداخلتنا مع الأستاذ محمود ان محمد صلاح بيعمل جلسات مع اللاعبين للحوارات ودي حاجة من الحاجات الإيجابية جدا لان البعض بيبقى عنده ممكن تحفظات البعض بيبقى شايف مثلا ان في حالة عدم توفيق هذا فتحي كان صعب جدا صراحة علينا كلنا فحاجة من الحاجات اللي مهمة جدا احنا معانا باسكال سوبر فهلر معانا دلوقتي طيب هلو مستر باسكال كونغلاتلاتيشنس فور سوزلان وينتوذي هو بيتكلم ان فوز مهم جدا على فريق صعب وفريق من الجانب البدني عنده قوي بشكل كبير جدا وبالنسبة له فوز انكرادبل حاجة جميلة للغاية مستر باسكال، هل ترحلت تشغيل كنتم معانا بشكل كنتم معانا بيعانا بشكل كبير جدا هل تدجيز في الميارات في المعارض في المعارض في أوروبا؟ نعم بالطبع. هم جيدة جميلة. السربي لديه جيدة نشيئة. لديه جيدة قلائقات لن تلك المعارضة. ولكن اليوم كانت جيدة محاولة مع جيدة نشيئة نشيئة. ومن ثم يمكننا إلتقاء ثلاثيين. ويسه مجرد. أنا سألت هل تتوقع فوز المنتخب السويسري على منتخب السرب القوي اللي عنده نجوم كبار زي كورلوروف وزي تاديتش ونجوم وإيفانوفيتش ناس بتلعب في الدور الإنجليزي في أعلى المستويات. قلقوا احنا كنا عندنا توقع لهذا الأمر واشتغلنا على هذا الأمر بشكل قوي جدا وبين من خلال مجرات اللقاء. أنريم فارسل، أريد أن أتذكر لك في الدنوية بسفل المناجر ما هو يقبت بسفل المناجر الثاني ولكنني أعتقد أن العنبي والمسادسية الثمانية الثاني ويشمعون بسفتيارا. هؤلاء عاملوا على المناجر للسفل أجل. هل ولكن استعمال على أفضل قوة من أفضل في الدنوية Brahami is doing an incredible role in the midfield with Chaka. So how do you evaluate the progress of Pitkovic until now? Yeah, I think the national team head coach, Vladimir Pitkovic, we started really to build up a very strong Swiss national team. We have fantastic players, but he formed this player to a team now. You see that everybody is fighting for each other, and this is absolutely the key. لدينا نجل جميع من جميعهم في الجنود. شاكرا هو كله جميعهم. ومع المساعدة لدينا في المساعدة سيئة. هو بلعجب لدينا في المجاعدة سيئة. أنه ممتون جيدا. ويضا لدينا جميع المساعدة لدينا في المساعدة. وهنا نحن في جميع جميع المساعدة. أنا أعتقد أن المدرب الآن هو المدرب للسويسري بيتكوفيتش وكيف كان دوره مع الفريق وبناء فريق حتى لعيب زي تشاكا بيلعب بشكل جميل شاكيري بيؤدي أفضل من أداءه مع ستوك سيتي وتحدث قال أن بيتكوفيتش استطاع أنه يفعل أو يصنع التنوع في طريقة لعب المتخب السويسري استطاع أنه يجعل بين شاكيري مفتاح لعب المتخب السويسري حتى أحرز الهدف الثاني من هجمة مرتدة كانت جميلة وبالنسبة له كانت تكليل لجهوده على مشواره مع الفريق في المونديال أيضا استطاع أنه يعمل توليفة من اللعيبة قادرة على أنها تنافس في أعلى المستويات أيضا أثنى على أداء حراسة المرمى في المنتخب سواء الحارس الأساسي أو الحارس البديل ودي حاجة من الإضافات المهمة جدا داخل الولاي مستر بيسكال أريد أن أسألك عن تحظيماتك ستعلم بين كوستاريكا كوستاريكا تسعى اليوم في حد برازيل كوستمر برازيل يوضع بيسكال أسعى كمرتين أعطاء مرنوي وبالآن لديك أيضا مخاطر مرنوي كيلور نباس في مدرد ما هي تحظيماتك عن المنظمة؟ هل تحظين تحظيم أن تحظيم تحظيم المنظمة المنظمة في مدرسانك؟ لا أعتقد أن تحظيم لا أعتقد أن تحظيم أي شيء because this team performed also very clever against the Brazil team and they take a point on this game and today you see the qualities we can also dominate a game and in the second half we came much better on the field on the first five, ten minutes I didn't like how we played and we conceded straight a goal but after we came back to the game and this is the sign from the head coach also and especially from the players and against Costa Rica of course we will play the same game and Costa Rica is a dangerous team I was watching today Costa Rica against Brazil very clear and of course they have a good goalkeeper they know how to defend but now with this win now today it makes everything a little bit easier but still you have to play this game and of course you need to do everything to go for a point or of course for three points I asked you فقط العودة في التعادل ولكن كمان أحرز الفوز ده بيدي لك انطباع على الكواليتي أو النوعية القيمة اللي موجودة داخل الفريق. دي حاجة من الحاجات اللي هو ممتن لها في المنتخب السويسري. وقال إن منتخب كوستاريكا عنده حارس قوي زي نافاس. ولكن يحتاج إلى إحراز الأهداف فيه. وهو قادر على هذا الأمر لأنه طريقة الأداء بتناسب إنه هو يحرز أهداف أمام المنتخب الكوستر. بسكال أريد أن أسألك عن صلاح بدأت في أوروبا بسل. والجميع الأجيبية لديه عمر جابري أمام المنتخب في بسل وناني أمام المنتخب في بسل كيف تنظر محمد صلاح عمام المنتخب وناني أمام المنتخب إليه على فعله إنه أمام المنتخب وناني أمام المنتخب أمام المنتخب أمام المنتخب ومحاول إلى أن صلاح ما قلت سألت أمام المنتخب لا أفهم في الغارة نمرض إلى رجالة جيدة بلجمال وفوضاء جميلة جميلة افضل من مجموعة جميع أهلاً فيه وحن نجد من مجموعة جميلة وزالة جميلة يجب العمل فيها بعد أن تدهب إلى بالعلى المجموعة وزوجكة بلجمال تابعه دول مجمع في الغارة بلجمال الآن ترى أننا نفعل الكثير من الأشياء في سويسرينا تطوير اللعبة وده اللي انتوا شايفين ان فيه لعيبة كتير جدا طالع من الدور السويسري وتواهجت مش بس صلاح اللي بيتواهج مع ليفر بول ولكن الدور السويسري صانع للعبين باسكال the final question your evaluation about the swiss league is really inflecting on the national team now switzerland as a national team they are performing very solid very strong do you consider this is an outcome from the swiss league yes of course in the last year again again we made a lot of good things and also in the youth national team we make already we had already in the past and under 17 we won the world cup and you see that we work really really creepish in the right direction and this confirms now the success from our national team and how we play now we have such a more or less young team and these players are now in the middle of the best performance that they can deliver and you see that we have still a lot of air to go up and to make even better things and it's very interesting to follow what's going on now in the future and especially now in the tournament you see that we are able to show really good football and to perform very well and especially in the tournament you never know when it ends you need to be better on the on the day x and you need to be better and at nine o'clock when you play or in the afternoon and then if you win you are you make a big step in the next round and this is a very interesting situation now especially now for this gold cup what's going on uh by the way today i was the only one here to expect that switzerland is going to win serbia uh so i'm very thankful for you uh to uh have uh this nice talk with you in our in our show in el ali tv and for sure we're always honored to have you one of the legends of switzerland national team thank you very much it was very nice to speak to you too uh okay thank you thank you see you uh صراحة أنا سألت على أمر مهم للغاية قلت له الآن منتخب السويسري يؤدي أداء قوي في كأس العالم يتعادل مع برازيل ويفوز على المنتخب السربي هل تتوقع وهل تعتقد أن هذا الأمر هو بسبب قوة وتطور الدور السويسري قال لي بكل تأكيد آآ آآ الكرة السويسرية اللي الناس آآ في بعض الأوقات لما منيجي نقول سويسرة تقول لك لأ دا دوري مش قدي كده ولذلك طبعا الكلام دا كله غير صحيح والدليل إنت شايفين بتحدث أن فرقة بتؤدي فيه آآ المونديال بهذا الشكل اللاعبة اللي بتطلع من الدوري السويسري بتروح الليلة الاندية الكبيرة الشاكيري دا كان أكس بارمينه محمد صلاح اكس بازل في اللعبة كتير وحنا عندنا برضو النجوم كانوا شاركوا في الدوري السويسري زمان يعني رمزي وقصام إبراهيم ونيو شاتل ده كان فيه نجوم كبار فكرة السويسرية بتتطور والفلسفة اللي هم حطناها حتى تحدث عن موضوع النشئين تطوير منتخبات النشئين والفلسفة الجديدة في قرة القدم بيحاولوا يطبقوها تحدث ان الكل هناك عارف يكون بدري في الملعب في تمرين 9 الصبح ده معنا ان هو هينام بدري ويصحى بدري ويبقى جاهز للتمرين حاجات مهمة جدا قال عليها باسكال حارس الأسطوري للمتخب السويسري ده أمر كان مهم للغاية في هذا طبعا في هذه المنديالة نحن نتحدث ونعرف الانتباع ونعرف كيف يؤدي منتخب السويسري وشكرت والطول ممكن أنا الوحيد هنا اللي كنت توقعت ان منتخب السويسري سيفوز على منتخب السوربي وبالفعل يعني صراحة وما مكذبوش مستر تشاكا ومستر شاكيري لعيبوا المنتخب السويسري عجب ما احنا نطلع فاصل